اليونان تسلم مصر لجنة التحقيق تسجيلا صوتيا وصور الرادار في حادث الطائرة المنكوبة والحكومة توافق على التعاقد مع شركة عالمية للعثور على الصندوقين الاسودين السيسي يوجه اجهزة الدولة بمحاسبة المتسببين في حادث ابو قرقاص والبابا توادرس يقول اغلقوا الطريق على من يستغل الحادث لاشعال الفتنة ووزارة الري تطالب الحكومة بوقف تصدير الارز بشكل نهائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساءكم ورد وفل وياسمين احلى سادة مشاهدين مشاهدي الحياة اليوم اليوم الخميس الموافق 26 مايو 2016 من الميلاد لازم نعترف انه ان احنا عندنا حاجات كتير غلط وعندنا تسموها بقى مورسات ولا تسموها تقاليد ولا تسموها سلوكيات ولا تسموها جهل ولا تسموها فهم خاطئ للدين سموها كما شئتم لكن الاكيد ان احنا غلط يعني ده ما عنديش في شك الصعيد اللي انا بقول طول الوقت انه هو كنز مصر الحقيقي والصعيد اللي انا بقول انه هو منبع خيرات هذا البلد وكل الادباء والمثقفين والشعراء والفنانين او معظمهم يعني اللي خرج من صعيد مصر للأسف يحمل في باطنه كمان عادات وقيم جهل وانفعال بلا حساب تدي الحادثة اللي حصلت بتاعت ابو رقاص في قرية اعتقد اسمها قرية الكرم في مركز ابو رقاص محافظة المينيا قصة قديمة جديدة فيش فيها اي في رأيي هي جديدة لانها حصلت اليومين دولو قديمة لانها بتحصل من عشرات السنين ولا نتعلم لا نتعلم نحن شعب للأسف لا يتعلم من اخطائه ولا يتعلم من دروسه ولا يتعلم من العبر عشان كده للأسف الشديد نطلع من نقرة نخش في ضحضيرا احنا كأننا كأننا بنتلزز ان احنا ما نعش يومين تلاتة على بعض في استقرار يعني لازم كل يوم يومين تحصل مصيبة نقعد نهري وننكت في نفسنا ونتكلم ونتخانق ونضيع فلوس ونضيع وقت ونضيع سمعة نضيع فلوس ونضيع وقت ونضيع سمعة بمزاجنا طبعا فيه قذرات بتلعب في النص وفيه ايادي خبيثة بتلعب في المايا العكرة وفيه ناس بتصطاد في المايا القذرة طبعا بس طول الوقت بقول القصة عندي أنا لو اي حد عايز يصطاد في المايا العكرة ولا كده ولا عايز يوقعني في كمين عمري محقع غير لما أنا عايز أقع في الكمين ده غير لما أنا بتلع الطعم عمري محقع غير لما أنا بتلع الطعم فاكرين من ايام السادات اللي ارحموا قصة الغسيل بتاع البلكونة اللي فوق ما كانتش نضيفة او وقعت على الغسيل اللي تحت فتصورت كأنها فتنة طائفية ومشكلة دينية نفس القصة بشكل مختلف بسيناريو مختلف كأن بس المخرج المخرج كأن المخرج مختلف المرة اللي فاتت وقت السادات كانت الزواء الحمرة والمخرج كان على قديمه المخرج كان على قديمه المخرج اليومين ده قول على جديده فعمل سيناريو مختلف عامل سيناريو مختلف بس للأسف سيناريو سخيف مش محبوك قصة ممكن تحصل ممكن تحصل قصة بتحصل كل ثلاث ساعات قصة بتحصل كل ثلاث ساعات في المينيا وفي أسيوت وفي القاهرة وفي اسكندرية وفي مرسى بطروح العلاقات الزوجية والعلاقات الإنسانية ومين بيخون مين ومين بيعمل علاقة مع مين ومين متزوج بيعرف على امرأة ومين متزوجة كل ده بيحصل كل يوم في كل دول العالم وفي كل دول العالم بيعد الموضوع عادي إلا عندنا في مصر يبقى انت اكيد في مصر هنا لازم تحصل عركة ولازم ندور على ديانة المشتركين في الخناءة ويا سلام سلم لو لقينا واحد مسلم وواحد مسيحي يا سلام سلم تبقى جات على الطبطاب تبقى جات على الحجر ونعرف نلعب يعني ببساطة شديدة انتوا عارفين القصة اكيد تبعتوها ابن مبارح الدنيا مولعة القصة انه او كما يقال عنها لان انا برضو ما بحب شافتي غير لما التحقيقات في النهاية تحسم بس كما يتردد وكما تروى في ابو ورقاص ان القصة ان زوج زوج مسيحي انا بالنسبة لي ولا يفرق مسيحي ولا مسلم بس في النهاية هم بيقولوا كده ان زوج مسليحي متزوج وعند اربع عيال القرية بتاعته عرفت ده هم اللي بيقولوا القرية بتاعته عرفت انه هو على علاقة بزوجة مسلمة خدتوا لكيش بالكو على علاقة بزوجة مسلمة فلما القرية الريحة من وجهة نظرهم فاحد بتاعت العلاقة دي واكتشفوها الراجل الزوج امواخد عياله الاربعة وطفشان من البلد طفشان من القرية وراح الدرى في اي حتة ساب مين ساب مراته الغالبارة في البيت قوم القصة بتاريت فهاته وخده كلام وطبعا لازم يدخله الشرطة في النص فقالك الشرطة كمان مقصرة ليه لان راح يتعمل بلاغات في الشرطة ان فيه تهديدات للأسر المسيحية وللست المسيحية انه حيتم الفاتك بيها وهيتم حرق بيوتهم وهيتم مش عارف ايه والشرطة طنشت دي برضو رواية الاهالي فلما الشرطة طنشت والموضوع عد جات صلاة الجمعة بقى جات صلاة الجمعة هتقول لي جمعة هقولكو جمعة جمعة اللي فاتت يا من ست ايام بعد صلاة الجمعة الاهالي طلعوا واتقرروا ان هم يتصرفوا بنفسهم فراحوا حرقوا شوية بيوت وضربوا شوية ناس والرواية بتقول رغم ان انا عندي تشكيك شوية في الرواية دي بس في النهاية انا بقول لكم ما يقال وكلامي ارجو انه يكون محدد علشان انا بحب يباكلام دقيق ما يقال ان بعض الاهالي دخلوا على الست الزوجة دي وجردوها من ملابسها وطرموها في الشارع وعملوا يعني نوع من انواع التشهير بيها ادي القصة فبقت خناءة وبقت ما يشبه الفتنة وبقت خناءة مسلمين ومسيحيين في ابو ارقاص في المنين والقصة لا علاقة لها بالموضوع الكلام واضح هو اذا صح الكلام اذا صحت الرواية اللي احنا بنقولها وبنرددها دي لحد ما تحقيقات النيابة تحسم فيها جل الموضوع جل الموضوع زوج خين على علاقة مع زوجة خينة فولستوب هتقولولي زوج ايه اقولك ولا تفرق زوجة ايه ولا تفرق مسيحي مسلم بوزي ملحد الخيانة لا دينة لها الخيانة لا دينة لها فيه مسيحيين بيخلوا مع بعض وفيه مسلمين بيخلوا مع بعض وفيه مسلم ومسيح لما بقرر ان انا اخون ما بشوفش دينة اللي هاخون معاه ما بدورش على حد مختلف معايا في دينة عشان اخون معاه ادي القصة ببساطة اتنين يطلطشوا وزوجاتهم ولا امرطاتهم يرفع عليهم قضية خلع ولا يتفسخهم مش عارف ايه ولا كده العلة الزنا ولا ايا كان اللي احصل ويترموا جزاء خينتهم اما انت تحول الى نار مشتعلة فهو ده اللي دايما مش طبيعي انا هنا طبعا مغلط الاهالي لكن انا مش مغلطهم اولا ان الفقر والجهل يعمل اكتر من كده الفقر والجهل يعمل اكتر من كده لما بقى فقير وجاهل مش متعلم ابقى عمل زي السلصال طعمة كده سهلة في ايد اي حد يحركني زي ما نعاوز مجرد واحد بس خبيس يععد جنب ودني ثلاث دقايقي يقولي اتحول انا الى قنبلة افاجر في وش اي حد طالب اما عنديش عقل افكر بيه وللأسف اللي عملوا العاملة السودة دي في ابو قراص للأسف لو سألتهم مش حايبوا اندمنين هقولك ده احنا بنجاهد في سبيل الدين ايو والله العظيم هم فاهمين كده يقولك احنا بنكافح احنا بنجاهد ده جهات في سبيل الدين الجهات في سبيل الدين انه يقتل ويحرق ويعري ستات التطورات اللي حصلت بعديها انا في رأي انها تطورات ايجابية في مسألة تعامل الدولة اول تعامل ايجابي الحقيقة جي من البابا توادرس قدسة البابا توادرس الثاني بابا الاسكندرية وبطرارك الكرازة الموقصية الحقيقة الراجل بر مصر اعتقد موجود في باريس فرنسا هو في جولة اوروبية كان في باريس وانتقل الى النمسا هو في جولة اوروبية وهذا الرجل لابد ان اعترف انه يعلو في نظري يوم بعد يوم تزداد قيمته واحترامه ووطنيته في نظري يوم بعد يوم ليه بقول الكلام ده اقول لكم بس الجملة اللي قالها البابا توادرس بابا توادرس قال كده تعقيبا على الحادثة دي اغلقوا الطريق على من يستغل الحادث لاشعال الفتنة يعني بالبنى دي كده بيقول لهم فيلوا الباب على اللي عايز يولع في النار هتقولولي طب ما عادي اقول لكم لا دا مش عادي الحاجة الصحة المحترمة لازم نقول انها صحرمة ليه بقى مين البابا توادرس بابا توادرس هو المسؤول الروحي عن كل مسيحي مصر هو القامة الدينية المطالب بالحفاظ على حقوق وشرف وسمعة المسيحيين في مصر لو هو مغرض لقدر الله او مش فرق مع البلد وعايز بس يعمل شو ويبقى نسمه مدافع كان هو اول واحد ولع في مصر استثمارا لهذا الحادث جالوا على الطبطاب قال لك المسيحيين ينتهك اعراضهم المسيحيين يحرق بيوتهم المسيحيين قلة متهدة في مصر وكذا ويعمل فرح بلدي بس الحقيقة ما عملش كده عمل العكس تماما عمل العكس تماما وقال لهم ما تخلوش حد يستغل الحادث ده لاشعال الفتنة هو هو البابا توادرس اللي وقت احداث فضعت صماية ربعة والنهضة لما الكنائس كان بتتهدم وبتتحرق والمسيحيين بيتطهدوا في المينيا وبعض محافظات الصعيد قال لهم كده قال لهم ردا على الكنائس باعكم بتحرق قال لك فلتحرق الكنائس ولتبقى مصر قال لك ولما تتحرق الكنائس هتصلوا فين قال لك سنصلي في مساجد المسلمين وطن بلا كنائس افضل من كنائس بلا وطن هتقولولي ده معناه ايه هقول لك أن هذا رجل وطني وده دليل آخر على أن الكنيسة المصرية شاء من شاء وأبى من أبى قلعة ومدرسة للوطنية المصرية من أيام البابا شنود الراحل إلى قدسة البابا توادرس الحالي هتقولولي ايه يا تامر لانت يعني المديح اللي انت عملت قوله ده هذه شهادة حق وأنا مسلم وشرف لي أن أكون مسلما والحمد لله الذي خلقني مسلما ومع ذلك اسلامي يدفعني إلى أن أنا أقول لكل واحد انت غلطان أو انت صح الكنيسة والبابا توادرس في منتهى الوطنية والاحترام وعلينا أن نسلم ونعترف بهذا كمان النهاردة تدخل الرئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة الرئيس عم فتاح السيسي قال تصريحات منها منها أنه البعض أيضا يحاول إشعال الفتن عن طريق استغلال بعض الحوادث الاجتماعية وأنا عجبني جدا السيسي لما قال كده نصا وكان مركز على الكلمة دي حوادث الاجتماعية زي ما أنا كنتم مشرح لكم في المقدمة دي حادثة اجتماعية واحد سرق واحد واحد قتل واحد واحد خان مراته مع واحد واحد بس دي أنا ملهاش علاقة فالناس دي بتاخد الحوادث الاجتماعية دي تقلبها حوادث دينية فتولع الدنيا فالرئيس السيسي قال لك أن في بعض الناس بتستغل الحوادث الاجتماعية لتصورها بأنها حوادث دينية وطالب كل أجهزة الدولة بمحاسبة المتسببين أيا كانوا أيا كانوا ثم الزملاء الدولة بيقولون أن النيابة العامة قررت حبس خمسة خمسة أشخاص من المتسببين في الأحداث المؤسفة اللي حصلت فيه رؤاس وأمرت وزارة الداخلية ومدرية أمن ألمينيا بيضبطوا إحضار سبعتاشر شخص متهمين بإحداث القلائل وحرق المنازل وإحداث الفتنة والبلبلة قلصة القول يا سادة لو إحنا متغيرناش بنفسنا ولو إحنا متعلمناش ودي أنا بقول لك جريمة الأنظمة المصرية السابقة كلها أنها وصلت كثير من أبناء هذا الشعب إلى أن يكون بهذا الجهل وبهذا التخلف فبالتالي يدي ودانه لكل من هب ودب فبالتالي إحنا فريسة سهلة أي قذر أي مغرض عايز يوقع البلد دي حيلاقي ألف حيلاقي مليون واحد يدلوا ودنه وللأسف زي ما قلت لكم فاهمين أن هما بيجهدوا في سبيل الدين سواء الدين المسيحي ولا الدين الإسلامي حسب الله ونعمى الوكيل المرة دي بقى مش في وزير التربية والتعليم حسب الله ونعمى الوكيل في الجهل في الجهل وعلى فكرة بسبب بس وزراء التربية والتعليم وأنظمة التي أهملت التعليم ابحث عن التعليم التعليم ثم التعليم ثم التعليم هو اللي يعمل كل حاجة التعليم الديني والتعليم السياسي والتعليم الفني كل حاجة المتعلم ما تخافش منه الجاهل تخاف عليه طيب النهاردة وزارة الرأي قالت تصريحات مهمة فيما يتعلق بالسياسة الزراعية وانتوا عارفين ان احنا بقلنا حوالي اسبوعين ثلاثة في تغييرات مهمة في السياسة الزراعية في مصر كان في كلام خلال الاسبوعين اللي فاتوا عن موضوع الأمح وتوريد الأمح من المزارعين المصريين للحكومة والفلوس كافية والفلوس مش كافية الشوان الترابية الصوامع مش عارف ايه الفلوس اللي دخها الرئيس السيسي للحكومة عشان تشتري بيها الأمح كذا وكذا الدور المرادي على الرز وزارة الرأي النهاردة بتقول او بتطالب الحكومة بوقف تصدير الرز بشكل نهائي سبب هذا التصريح او سبب هذه المنجدة ايه هنعرفه من الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الرأي مساخنة مع الوزير ازاي حضرتك افن الحمد لله ايه سبب مطالبة حضرتك بوقف تصدير الأرز بشكل نهائي او في الحقيقة طبعا من حوالي ثلاث شهور كده اه قبل ما يتزرع يبتزي الموسم زراعة الرز ابتدى فيه ناس ابتدى تدارب على أسعار الرز وابتدى أسعار الرز تزيد بطريقة ملتتة صحيح طبعا قبلها كان فيه تصدير للرز اكتبت احباب التصدير تقريبا من شهر تسعة لشهر لمدة كده وبعد كده اتقفل مع التعديل الوزاري الأخير اه ده أدى إلى ان الكميات الرز اللي كانت مخزنة اه قالت ابتدت ناس تدارب على الرز ابتدوا بعض الناس يروحوا على المزارفين بسرعة بسرعة كانت بسرعة ومتين جنيه وصل لحد ثلاث تلاف واربع تلاف جنيه صحيح فطبعا احنا احنا الخطة بتاعت الدولة احنا محتاجين نزرع حوالي مليون وخمسة وسبعين الف فدان طيب ليه فايدة فايدة أولانية ان احنا عشان نمنع مية البحر في تداخل مع المية الجوفية وبالتالي تتملح المية الجوفية فليه سبب فبنختار المحافظات اللي هي متعرضة لتداخل مية البحر مع المية الجوفية بنزرع فيها الرز عشان حماية للمحافظات دي من تداخل مية البحر مع المية الجوفية مع الغلو الأسعار بدأت الناس تزرع الرز بشراها طاهرة غريبة جدا انا يعني ما حصلتش يعني لحد النهاردة السنة اللي فاتت اللي هو لحد شهر مايو آآ 26 مايو 2015 كان جمية الأراضي المزروعة رز حوالي ربعمائة ألف سداء طب انا هنا بعد إذن أنازف للمقاطعة مع الوزير بس أنا أكمل بس جزء يا ده بقى النهاردة اللي تزرع مليون فدان يعني أزيد مرتين ونصف آآ اللي تزرع السنة اللي فات مزبوط طبعا حضرتك عارف وكمان الناس ايه كان الأول بيعملوا مشتد مشتد إيراثين في الفدان تشتل في الرز فياخد سيارة بتدي وزحها الأرض بقى يبدر الرز في كل المساحة بتاعته عشان يوفر عمالة ما بتادي يبدو الرز تفدان بدل ما يبدو في اثنين قرات فوصلت مفهوم مفهوم فعمل ضغط على شبكة الميا كمية الميا اللي بتطلب JR كلها السحة معنى ان انا اصدر الرز يبقى انا بصدر المية الشحيحة اللي عندي ان انا عندي المية بتاعتي كمية محددة او سبت فمعنى ان انا اصدر الرز يبقى انا بصدر مية وانا ما عنديش رفاهية ان انا اصدر احسن انا في حقيقة الامر انا بصدر مية مش بصدر الرز صح ايوة بالضبط اه والفرق السعر يعني انا علشان انا اجيب مية بديلة هتكلفني اكتر بكتير قوي من كمية المية تمام طيب السؤال التاني وفي رأيي هو الاهم مع الوزير هو ده قرار مين يا فندم يعني هل المفروض انه حضرتك كوزير راي حريص على المية ومسؤول عن مياه النيل ومياه الشرب ومياه الري يبقى هي القصة تبعك ولا فكرة تصدير المحاصيل وانتاج المحاصيل وزراعة المحاصيل يبقى ليه علاقة بوزارة الزراعة ولا القصة اكبر من وزارة الرأي ووزارة الزراعة وهي خطة استراتيجية للدولة احنا عايزين نعمل ايه الفترة اللي جاية في الامح والرز والقطن وكا ايوه انا مطلق الكتابة الاخرانية بتاعة حضرتك اللي هي خطة استراتيجية للدولة ايوه باول مرة باول مرة السنة دي معالي رئيس الوزراء اصدار قرار وضع خطة استراتيجية لمصر ومش لوزارة الرأي تمام ليه تدبير الاحسياجات المائية عشان نواجه الزيادة المضطردة في عدد السكان وبالتالي الاستهلاك ايوه عدد السكاننا بيزيد وعندنا حصة كمية مية سابقة صح فبالتالي اتعملت خطة استراتيجية فيها كل الوزارات فيها بقى وزارة الرأي وزارة الزراعة وزارة الاسكان اللي هي مستهلكة لمية الشرب تمام وزارة الاستثمار وزارة التخطيط كل الوزارات دي شركاء في الخطة دي علشان نحط برامج ومشروعات على المدى القصير والمتوسط والطوير طيب استثمارات محددة بمدد محددة مفهوم اخر شؤال فسانية عشان الوقت بس انا اسف مع الوزير هي مناشدة حضرتك دي المين يعني حرارك بتقول الخبر اللي جالي ان وزارة الرأي بتناشد الحكومة ماهنت الحكومة مع الوزير لا 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 احنا هنعرض احنا هنعرض اقرار بإذن الله للحكومة واقف تصدير الرز نهائي اه يا ده اقتراح من وزارة الرأي بتقدموه للمجلس الوزراء ايوا بالضبط كده عام تمام يا فنس لان ده مستقبل بلد وحياة ناس فلازم نحافظ عليها لو انا شجعت على التصدير يبقى شجع على استحلاك المياه زياد وصلت الرسالة شكرا جزيلا وزير الرأي الدكتور محمد عبد العاطي يعني هو طبعا كلام رائع ان يقول الدكتور عبد العاطي انه في خطة استراتيجية وان كنت بس الحتة الاخرانية دي هي اللي مشككاني شوية يعني منين يبقى في خطة استراتيجية لو في خطة استراتيجية حطتها شريف اسماعيل رئيس الوزراء معناها ان كل ده محسوم احنا نحن بحط خطة استراتيجية معناها عارفين هنعمل ايه في الرز والامح والقطن هنعمل ايه في المياه هنعمل ايه مع وزارة الاستثمار مش عاب ايه والاسكان ومياه الشرب فكون الخطة موضوعة وكل واحد شغال فيها ثم يأتي الان وزير الرئي ويقول احنا بنطالب الحكومة باستصدار قرار بمنع او بوقف في تصدير الارز معناها ان ده جديد عن الخطة الاستراتيجية يعني محتاجين نبقى يعني اكثر استقرارا على فكرة الخطة الاستراتيجية خطة استراتيجية معناها اقرب الى استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اقرب الى الكتب السماوية أقرب إلى الكتب السماوية هتقول لي مع الفرق وفي القياس طبعا بس الدولة تقدمت ناس بتقعد محترمة تعمل خطة مدام تم الموافقة عليها ما فيش بني آدم لرئيس جديد ولا رئيس حكومة جديد ولا وزير جديد يجرؤ على تغيير حرف فيها دور ما عليك إن انت تيجي تنفذ اللي مكتوب في الورق خطة لمدة عشرين وثلاثين واربعين وخمسين سنة أما احنا عبقرة عبقرة احنا عندنا خطة لكل يوم اللهم ما صلي على النبي انطلاقا من السعي نحو تحقيق اداء برلماني متميز نظم المجلس القومي للمرأة لقاء حول قوانين دور الانعقاد الاول بمجلس النواب وتثقيف النائبات وتشجيع مشاركتهن نحو قضايا المجتمع والقوانين الهامة التي سيشاركن في وضعها من خلال وجودهن في مجلس النواب لو في قوانين بتناقش وهم محتاجين نشوف منظور احتياجات المرأة مثلا من قانون المحليات منظور احتياجات المرأة من قانون خدمة المدنية منظور احتياجات المرأة من الموزن العامة للدولة فبنعمل في اطار الاحتياجات المرأة المصرية وكيفية ترجمة هذه الاحتياجات للقوانين والتشارعات التي يقوم عليها مجلس النواب رئيسة المجلس اكدت على مساندة المجلس بشكل كامل للبرلمانيات المصريات ودعم وجودهن في مجلس النواب وهو ما يعد فرصة ذهبية للنائبات خاصة وللمرأة المصرية بشكل عام وهو ما عبر النائبات عن سعادتهن بوجوده استكمال التدريبات اللي قام بيها المجلس القومي من بداية الحملات الانتخابية لاعداد البرلمانيات وبعد الفوز كان بيكمل دوره معنا في شرح الأدوات الرقبية والبرلمانية كنا النهاردة مهرولين للمجلس القومي للمرأة لكي نؤدي دورنا جاهة المجتمع احنا وصلنا النهاردة للبرلمان ولكن علينا مسئولية كبيرة ومسئولية عظيمة وهي بناء المحليات اللقاء بالبرلمانيات يستمر على مدى يومين تنعقد خلالهم جلسات عمل للمناقشة المستفيدة للقوانين القادمة مع وجود امكانية لمشاركة النائبات في لجان المجلس القومي للمرأة تنظيم المجلس القومي للمرأة لهذا النوع الدوري من اللقاءات يأتي في الدرجة الاولى في مصلحة المرأة وتحسين وضعها المعاشي وبالتأكيد تحسين وضعها في كل القوانين التي يتم اقرارها في مجلس النواب في المرحلة المقبلة محمد الريس الحياة اليوم اهلا بحضراتكم رجعنا بعد الفاصل وهندي سؤال عابر كده يعني يعني نفكروا فيه براحتكم هو من اللي بيدفع تمنى الحاجات دي التقارير اللي احنا شفناها دي لأ انا عارف طبعا احنا اللي بيدفع تمنى التقارير انا قصدي الفعاليات دي مين اللي بيدفع تمنى يعني المؤتمر والقاعة والبورد والستاند والشاي والقهوة والحاجة ساعة بيبس ومش عارف ايه والمية اللي بيشربوها مين اللي بيدفع هل المجلس القوم المرأة بيدفع من ميزانيته عشان الحاجات دي تمام وهل النتيجة توازي الفلوس اللي بتتصرف تمام وهل الاولى ان الفلوس دي تتصرف لدعم المرأة بجد تمام اسئلة يعني انا بترحى بس علشان فكرة المؤتمرات والفعاليات والمنتديات والمشتكلات والبورد اي حاجة اخرها قاتت اللي بتحصل كل يومين ثلاثة ولا جديد لا انا في رأي ان الفلوس دي تتصرف للناس تعمل لها يعني بدل القاعدة بتاعت انبارح دي لو جاموستين راحوا الواحدة ست غالبانا في الصعيد احسن بكتير جاموسة عشر تعرف تصرف بيها على ولادها وتعمل مشروع ومش عارف ايه الطف بكتير من انا اتركت على التقريب ما فهمش حاجة يعني ادعي ان انا بفهم شوية ايش على قدي كده ما فهمش حاجة ونحاول ان احنا نفعل دور النائبات في اللي مش عارف ايه ومن خلال الخبرات ماشي لسه موضوع طارت مستيران المنكوبة التي سقطت قباية السواحل اسكندرية طبعا واخد الاهتمام والحيز المهم مش بس في مصر على مستوى العالم عمليات البحث وانتشال الحطام مازالت مستبرة الخبر الجديد النهاردة انه مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع شركة عالمية من اجل البحث عن الصندوقين الاسودين للطائرة ودي الحاجة بصراحة معلومة بالنسبة لنا جديدة انه بقى فيه صندوقين سود للطائرة مفروض كنا نعرف ان الصندوق ليس سود للطائرة فبقى فيه صندوقين فبنحاول ندور على اي واحد فيهم المعلومات كمان بتقول ان دولة اليونان الشقيقة بعتت لنا تسجيل لاخر صور الرادار اللي موجود عندها وبعض المحادثات التي تم تسجيلها ما بين كابتن الطائرة المنكوبة رحمة الله عليه وما بين برج المرأبة في أتينا اخر مدينة كانت مرة جنبها الطائرة قبل سقطها في بياه البحر المتواصل التفاعلات الانسانية اذا جاز التعبير مطلوبة في كثير من الاحيان لانها بتدي شكل من اشكال التعاطف والدعم والتضامن يعني مثلا امبارح كان فيه مجموعة من النواب من البرلمان المصري مصحوبين بمجموعة من النواب في البرلمان الفرنسي كانوا في مدينة الاسكندرية وعملوا نوع من انواع اضاءة الشموع ترحما على ارواح ضحايا الطائرة وتضامنا مع اسر هؤلاء الضحايا خذونا نشوف كده ثواني من هذه الوقفة ونرجع تاني طلب من رئيس الجامعية الفرنسوية الصداقة الفرنسية كان طلب ان النواب يجتمعوا النهاردة على البحر ويكون غرض التجمع القاء الظهور في البحر وده زي حدث رمزي ينم عن اسفنا وحزننا بسبب حدث طائرة مصر التيران فأثناء حديثي معاهم فجأت بحبهم الشديد لمصر وقالوا احنا لقينا رؤية تانية ان كان عندنا فيه بقى واحد منهم تتكلم عن ان كان عنده رؤية تانية عن مصر لقى ان في مصر الحياة موجودة الشوارع فيها ناس شاف الفنادق شاف المحلات شاف ان مصر كلها على قلب رجل واحد مصر بتتحرك لان طبعا حادث الطائرة طائرة مصر التيران اللي كانت في رحلة من مطار باريس الى مطار القاهرة هي حديث الساعة فتطرقنا الى الموضوع وخدنا قرار ان احنا نعمل تقبين رمزي لضحايا الطائرة على احد معالم الاسكندرية وهو كوبريستالي الفعالية جاية بمبادرة من الوافد الفرنسي اللي بيزور مصر النهاردة ووافد من اعضاء المجلس الفرنسي اصروا ان هم يلقوا على مجموعة من الظهور في البحر الابد المتوسط تخليدا لذاكرة ضحايا حادث مصر التيران جاي مخصوص في هذا الموقع اثر حادث طائرة مصر التيران بيعبر عن علاقته وصدقته بوجودنا احنا كنواب ممثلي الشعب المصري وهم ممثلي الشعب الفرنسيوي بيقدموا حزنهم واسفهم عن الحادثة وبيقدموا مدى علاقتهم الحميمة والوطيدة بالشعب المصري وبالتولة المصرية لفتة جيدة وعلى فكرة بتحصل في كل دول العالم المحترما لما بيحصل حادث زي ده بيبقى فيه نوع من انواع الوقفات الرمزية كده اللي بيبقى فيها نوع من التضامن والرغبة في ايصال رسالة سواء بقى للارهابيين او اعداء الحياة او المجرمين او كذا ان الحياة ستستمر رغم كيد الكائدين كلنا مع الحياة وقف في قناة الحياة طيب هنروح لفاصل قبل الفاصل لازم اقولكو انه لو خلال اليومين تراتة اللي جايين جملة خيرا سريعة بس خلال اليومين تراتة اللي جايين لو اتحاد كرة القدم المصري ما خدش وقفة وقرارات بجد محترمة وصارمة وقانونية تجاه المهزلة اللي حصلت امبارح في مباراة الاهلي والمقاولون العرب يبقى على الكرة المصرية السلام وهيبقى تأكيد طول الوقت على موقفي ده لو ما عملش كده انه اتحاد كرة القدم ده اتحاد سوسا سوسا بامتياز الحقيقة عشان تبقى فيه مهزلة كده العالم كله يضحك علينا كده والتحاد الكرة يتفرج كده وما ياخدش عقوبات كده يبقى احنا كده رسبي بعد الفاصل حوارنا في الحقيقة اليوم اهلا بحضراتكم عودنا بعد الفاصل حوارنا النهاردة في الحال يوم متعلق بكيفية استقاء الشباب الصغير لمعلوماتهم من خلال الشبكة الدولية للمعلومات المسمى بالانترنت لازم نعترف انه مصادر المعلومات اختلفت اجيالنا كان عندنا مصادر مختلفة للمعلومات منها المدرسة ومنها ان احنا نسأل واحد كبير ومنها ان احنا نستوثق بالقرائط والوثائق وكذا وكذا اما منذ ان اخترع الانترنت واصبح اللابتوب او جهاز تليفون المحمول هو صديقي الوفي اللي بيمثلي مصدر كامل للمعلومة وكمان مصدر مصدق للمعلومة درجة ان في بعض الناس قالك انه اكتر صديق انتيم تعرفين المصرحات الشبابية اكتر صديق انتيم بالنسبالي هو جوجل مش واحد صحبي ولا جاري ولا كذا جوجل هو صديق الانتيم بالنسبالي لاني 24 ساعة لما احتاج له الا ايه وعمره ما خذلني احنا هنتكلم بصفة عامة عن فكرة عم جوجل الصديق الانتيم بتاعي واكثر تفصيلا عن الشيخ جوجل اللي هو جوجل عندما يسأل في الدين لو انا بنية صفية وانا ما هنا قصد الكلام انا لو انا شاب صغير وبنية صفية وداخل اسأل عن حاجة في الدين داخل اسأل عن فتوى معينة عن بعض الايات في القرآن وتفسيرها عن امام معين وتاريخه عن شكل معين من اشكال العبادة او المعاملة في الدين اللي بيطلع لي في النتيجة في نتائج البحث بيبقى مصدق لدي المشكلة بعد بحثنا مرات ومرات اكتشفنا ان اللي بيتصدر نتيجة البحث في غالب الاحيان اشياء مش موثوقة او مش موثقة وفي غالب الاحيان افكار متطرفة ربما تم وضعها عن عمد في صدارة نتائج البحث لذلك الخوف كل الخوف انه يبقى الشيخ جوجل او عم جوجل او صديقي جوجل ده يبقى هو الطريق السريع لكي نخلق داعشيا صغيرا دون ان يدري وهي دي المشكلة الكبيرة ضيوف اللي مشرفيني في الاستوديو عشان نفكر مع بعض بصوت عالي في كافية مواجهة هذا الخطر الكبير دون الغاءه لان احنا مش هينفع نواجه ثقافة الانترنت وثقافة التكنولوجيا ضيوفي الاستاذ عبدالغاني هندي عضو الماجلس الاعلى الشؤون الاسلامية اهلا بك اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا والمهندس عادل عبدالمنعم رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات اهلا وسهلا طيب عبدالغاني بيه ببساطة شديدة كده اهلا هو جوجل ده والانترنت لازم نعترف انه هو نقلة نوعية وتكنولوجيا خطيرة خطيرة بس هو سلاحزه حدي مظبوط اولا كنا مضره اكتر ولا نفعه اكتر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد هو في البداية انا يمكن بشكر حضرتك على المقدمة بس انا يمكن عندي يعني خطوة مهمة جدا بالنسبة للمقدمة فضل تعرف حضرتك انه حصل في العالم صورة صناعية فكل ما يتعلق باي سلوك مجتمعي تغير بالصورة الصناعية يعني حتى الكتاب اللي كانوا بيقلفوا بالكتاب بدلا ما الكتاب كان بياخد في طبعته شهر بقى الكتاب ياخد في طبعته ساعتين او ساعة كل الامور التي تتعلق بالمجتمع لما قامت الصورة الصناعية تأثرت بالصورة الصناعية عشان كده لما قامت الصورة المعلوماتية او الصورة المعرفية او صورة الانترنت كل ما يتعلق بالمعارف تغير تأثر بالثورة المعرفية ودي عشان كده لما الرئيس في مسألة تجديد الخطاب الدين قال لي احنا ما يحتاجين لفكرة التسوير كانت عبارة منضبطة يعني في بعض الناس تظن أنها عبارة لكن هي عبارة منضبطة جدا احنا في حالة ثورة معرفية عشان كده أكتر حاجات بتتأثر بهذه الثورة المعرفية هي الحاجات اللي لها علاقة بالمعرفة يعني الدين الأمور التي تتعلق بالثقافة الأمور التي تتعلق بالعلوم الأمور التي تتعلق بالعلم عموما صحيح الإشكالات الثانية أننا بعد سنتين ثلاثة أربعة هيبقى ده المصدر تقريبا الوحيد والأوحد اللي أنا هاعتمد عليه معرفين يعني يجوز يكون في الوقت اللي أنا موجود فيه ده بقدر أرجع لبعض الشيوخ أو يجوز في الوقت اللي أنا فيه بقدر أستوسق في بعض الجهات لكن بعد خمس ست سنين ده الإعلام اللي احنا قاعدين فيه ده من الممكن أنه يتغير ديجيتال بعد ثلاث أربح سنين صحيح فكل مصادر المعرفة المكتبة المعرفية اللي هتتشكل هي المكتبة المعرفية اللي موجودة على شبكة الإنترنت فسواء أنا اتأذيت منه رضيت أو لم أرضى هو واقع لابد أن أنا أتعامل معاه هو واقع لابد أن أنا أتعامل معاه طيب المحتوى الرقمي اللي موجود على شبكة الإنترنت أنا كنت من ثلاث سنين اهتميت أول بمسألة الدراسة والتوصيق بهذا الأمر شبكة المعلومات الدولية ما يتعلق بالمجال الديني أكتر من 97% من المعلومات اللي موجودة فيها ليست المعلومات التي تتعلق بمنهجية نحن إحنا بين قصين كده مصر عندها منهجية علمية في الإسلام عمرها أكتر من 900 سنة إحنا دايما نقول الأظهر قبلة العقل الإسلامي مصر هي قبلة الإسلام ده حقيقي بس حقيقي إزاي؟ بالزي ولا بإن عندنا الجامع الأظهر ولا بإن عندنا وزارة الأوقاف ولا إني برتدي لأ بمنهج علمي هذا المنهج علمي تلقفته كل الأمة الإسلامية بالقبول على مدار ما يقرب من حوالته 800 سنة المنهج العلمي ده لهم ملامح بيقوم على إحنا دايما الضيوف هذا المنهج العلمي اللي حاكم تتكلم عنه للأسف يوما فيوما بيقل الاستعادة وزي معناك قلت بنروح لصديقنا الوافي اللي هو الإنترنت فبتقل قيمته ده مش بتقل قيمته بس ده من الممكن أنا أنا يعني مؤشر بسيط أنا فقط وأنا داخل دلوقتي آخر بحث تم على معلومات زي الإسلام الشريعة داعش الأظهر اللي يتعلق بمجال البحث فأستاذ المعدد داني إحصايا إحنا كلمة البحث عن الإسلام حوالي 522 مليون في الشهر يعني في اليوم ما يقرب من حوالي 17 مليون الشريعة داعش داعش 34 مليون في اليوم يعني في الشهر 34 مليون يعني في الشهر حوالي مليار وستة وعشرين مليون الأظهر دي السعلي فيك يا دا رقم مخيف مخيف جدا الأظهر بقى كم مليون في اليوم في اليوم 34 و200 ألف 34 مليون واحد يخش في اليوم الواحد يسأل عن داعش الأظهر لا 34 مليون يا جاس 34 مليون مليون ولا ألف 34 مليون 34 مليون دا رقم خراف يا أبغاني بي ما أنا بقول لحضرتك الأظهر طبعا دا في كل دول العالم آه في كل دول العالم لا وده شبكة واحدة لها جوجل كمان الأظهر 320 ألف في اليوم في يوم زيارة فضلية الإمام الأكبر سأخذي بالكم المفرقة داعش اللي هي الجماعة المتطرفة 34 مليون باحث عنها في اليوم الأظهر المرجعية الموثقة اللي تمثل وسطية الإسلام ومنارة الإسلام 300 وشوية ألف في اليوم شوفوا الفارق ما بين الباطل والحق تمام حضرتك بقى أن ييجي الأظهر في المعتاد 320 ألف في يوم زيارة فضلية الإمام الأكبر لقضاة سيد بابا الفاتكان ووصل لمليون وربعمائة في اليوم ما يتعلق بالبحث علاقة الإسلام يعني الإسلام وداعش أو الأظهر والإسلام الطبيعي بالنسبة للأظهر كان بيبقى حوالي 692 ألف وداعش علاقة الداعش بالإسلام مليون 32 ألف والأظهر 692 ألف في يوم زيارة فضلية الإمام الأكبر تحرك بقى الأزهر والإسلام 2 مليون 400 ألف وداعش تراجعت ل700 ألف الكلام ده معناه ايه اللي احنا بنستشف بيه ده بمعناه ايه معناه ان احنا بنشوف حجم السؤال عن المعلومات التي تتعلق بالإسلام والتي تتعلق بالشريعة على المحتوى فلما ييجي واحد من الغرب يقول ان الإسلام بيعبر عن التشدد والإسلام بيعبر عن التطرف والإسلام بيعبر عن الدموية هو عنده حق لأنه هو المحتوى المعرفي اللي بين إيده أنا سايبه بيقول كده أنا ما تدخلتش ان أنا أعمل معادلة المحتوى أنا أؤمن بنظرية ان احنا قبل ما نتكلم على المؤامرة وقبل ما نتكلم على نقد الآخر أنا أؤمن بمسألة ان احنا نقد الزياتي لأنفسنا احنا سبنا المنهجية بتاعتنا اللي هي منهجية بتعبر عن الوسطية وعن التعدد وعن سمحة الإسلام وعن الرحمة وتعبر عن وسطية الإسلام هنا سمح لي توقف حضرتك تمام وانتقل ضيفي الكريم وانتقل في فكرة انه هل احنا بالفعل سبنا ولا ده أمر خارج عن سيطرتنا خارج عن إيدينا وأنا أقدر أسيطر على فيض المعلومات اللي موجودة على الإنترنت أو على جوجل أو كده ولا فيه تقصير هو صراحة المسؤولية مشتركة أولا حجم المحتوى العربي مقارنة بمحتوى لغات أخرى يعني فيه نقطة نتاج البحث اللي حاجة بتتكلم عليها دي أكيد بالعربي بالعربي لكن لو دخناك تمنا إيزيس اللي هي معنا داعش بالإنجليزي ترجمة إيزيس داعش بالإنجليزي بالفرنسية بقى بالروسية بغيره الله أعلم هتلأ أرقام عاملة إزاي لان بتاعت لها أكتر لأنهم عايزين يعرفوا الجماعة اللي بتهدد العالم دي عاملة إيه أتصور أتصور ذلك فلأسود هو كمان الأرقام دي مربوطة باللغة العربية فقط صحيح تمام ففكرة حجم المحتوى العربي على الإنترنت دي طبعا دي مشكلة مشكلة كبيرة جدا في نقطة تانية بقى كمان مصدر المحتوى العربي يعني هل المحتوى العربي جاي من أظهر زي ما احنا بنتكلم ولا جاي من مؤسسات تانية ولا من جماعات ولا جاي من أي جهة لها لا أهداف تمام أنا مقدرش أحد صحيح صحيح برضا ما نتكلم في الدين احنا برضا ما نتكلم ما نتكلم على يعني مش هتتطرق نواحي تفصيلية لكن على سبيل المثال بتكلم في منهاك سني ولا شيعي ولا كذا ولا كذا ده بعد آخر هنا الأمر بيزداد تعقيد شوي طب أرجع لسؤال حضرتك هل احنا المقصرين فقط بأن احنا سيبنا الموضوع وما مفيش حاجة اسمها سيبنا لأنه الإنترنت مفتوح نظبوط لكن احنا مقصرين في حجم المحتوى وجودة المحتوى ده نمرة واحد بمعنى إن حضرتك لو جبت إنت مثلا إن لو قلنا الأظهر بيضع على الإنترنت محتوى يتعلق بالدين الإسلامي حجم هذا المحتوى قد إيه مين المشرف على تطويره مين اللي بيسوق للمحتوى مش بيسوق هنا بالمعنى المادي أو البيزنس يعني مفهوم بيسوق بمعنى آه مين اللي بيروج إليه ويضع روابط في صفحات التواصل الاجتماعي وكيف يكون هذا المحتوى جذاب علشان يشد الناس بدل ما يبقى ممل ويروح الناس للغاية نشروح حدك تبعا عن النقطة دي التقنية أو التكنولوجية هو لما بيطلع لحدك نتاج بحث بتطلع بنانا على إيه تمام هو يعني حقيقة ويمكن متخصصين على فين المعلومة دي أن غالبا النتاج الأولى بتكون فلوس يعني على قد ما بتدفع بيطلع نتاجك أنت الأول يعني لو أنا مثلا ببحث على شركة لإنتاج الأساسات المنزلية تمام حضرتك شركة X للأساسات المنزلية ودفعت فلوس كتيرة تمام ده هذا الموضوع مش مقصور على جوجل هو جوجل يعني نحن من الخبير ناخد مثال دلوقتي تمام فغالبا بيبقى موضوع يعني أخرو فلوس لكن لو نتكلمنا في كلام علمي هو بيعمل دي جوجل جوجل ما يعلنه جوجل أن سياسته أن الإعلاني يتكتب عليه إعلان اللي عايز يعمل إعلان المفروض أنت بتطور على أساسات خلاص أوكي حمعلن لك إعلان أقول لك دي شركة أساسات وده مدفوعة الأجر هذا إعلان مدفوعة الأجر دي بيحكمها إيه بيحكمها أمور كتيرة جدا منها على سبيل المثال الموقع بتحضرتك وإن أسمح لي أدخل في بعض آخر سيئ شوية حضرتك بتبحث من مصر فأنا ممكن أطلع لك أمور معينة يعني مثلا لو في بحث بيتكلم فيه تطوير مثلا محطات استخدام الطاقة النووية في استخدام في البجاجة التهربة كويس أنا ممكن أطلع لكش نتائج بحث معينة عشان أنت طلع أنت جاي من مصر ممكن يكون فيه مواقع معينة على سبيل المثال يعني كمان أنا في إيدي حنفية أودي معلومة إيه لمين بالضبط بالضبط لو حضرتك بتبحث على حاجة تتعلق بالأبحاث في مجال التسليح لما تبحث على نفس الحاجة من مصر تبحث على نفس من سويسرا من ألمانيا يا سلام حضرتك وده ممكن للناس اللي فهمها المتخصصين أو حتى اللي عندهم دراية جايدة كمستخدمين يستخدموا البروكسي اللي هو التقنية اللي أنك بتطلع على الإنترنت عن طريق وسيط فأنا حطل عن طريق وسيط سويسري ألماني فرنسي وهذاك تفرج على الكلام ده طيب أنا ياسف للمقاطرة عشان عندي فاصل إيجباري هنروح للفاصل ونرجع نكمل مع ضيفي الكريمين كلام مهم الحقيقة لأعلاقة بثقافتنا بالتعامل مع سلاح الإنترنت أهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل تكلمنا في الجزء الأول من الحقار عن خطورة سلاح الإنترنت والباحث الإلكتروني جوجل وما شابهه من عمليات البحث خصوصا البحث باللغة العربية ومن دول العربية زي ما ضيوف الكرام قالوا والقصة هنا في فكرة أنه من يوفق المعلومة ومين اللي بيخلي جوجل أو غير جوجل يحط الكلام اللي أنا عاوزه عن نفسي بمعنى يعني ضيوف الكرام قالوا أنه فكرة مثلا الحديث عن الأزهر أو البحث عن الأزهر أول ما تفتح مش هتلاقي الأزهر هو اللي بيعرف نفسه هتلاقي الكلام بتاع مهاجمي الأزهر أو منتقد الأزهر أو مشوه الأزهر هو اللي بيتصدر المعلوم وكنت في الفصل جميعا بدردش مع ضيفي العزيز في فكرة أنه وحركتني مثلا مهم جدا لما قلتني مثلا لو حد من الغربة أو من الشرق بيكلم من هم الأئمة المجددين أو من هم العلماء الدين الإسلامي المجددين في القرون المختلفة نكتشف مصيبة تضرف هو زي ما حضرتك قلت وأن أنا كمان بوسق أن الأئمة المجددين هم بتوع الأفكار المتشددة فأنا بسوق للأئمة الأئمة بتوع الأفكار المتشددة وبغيب الأئمة حتى اللي في عصرهم اللي كانوا بيدعوا إلى التنوير يعني أنا استشهدت في نفس الوقت اللي كان فيه مثلا ابن تيمية كان فيه مثلا أراء لابن عبدين بتتكلم مثلا عن الحرية ما حكم اللقية لو ادعى بنواتي اتنين واحد مسلم والآخر قبطي فابن عبدين بيقول في حشيته للقبطي لأن القبط مش يبقى فيه تبني في الإسلام فمش يبقى عبد عنده لأن الإسلام قدم الحرية على العقيدة مثلا يعني الأفكار هو ده كلامه اللي موجود حضرتك سمعت عن ابن عبدين قبل كده ولا سمعت الكلام الأفكار بتاعت ابن تيمية هيقول لك أن أنا ما بسمعش خالص عن كلام ابن عبدين صحيح وعلى سبيل المسلم حتى أنا برضو حاجة مهمة جدا الكلام ده له أثر في الواقع يعني في الواقع اللي احنا بنعيش يعني أنا هقول لحضرتك على حاجة حاجة زي الموضوع بتاع السيدة اللي كانت في المينيا أبو رأس والحادثة دي كلها احنا تكلمنا عن النمازج الثقافية القصة جيوس لما كان بيخطف في الجامع الأزهر والشيخ الآياتي لما كان بيخطف في الكنيسة وخرجت ثورة 19 بتعنق الهلال مع الصريب الأمير الشعراء أحمد شوقي لما ما رحش كان مختلف في الرأي على فكرة مع بطرس باشا غالي وقتل بطرس باشا غالي فراح وقف على قبره وقال القصيدة الشهيرة قبر الوزير تحياتا وسلام فيه المحبة جئنا الحياة متعانقين جماعة جمعا عظامة نحي تعليم المسيح لأجلكم وتوقرونا لأجلنا الإسلام قدينوا للديان جل جلال ولو شاء ربك أحد الأديان فأمير الشعراء راح لمطرس باشا غالي إحنا وقفين عند النمازج دي ولا وقفين عند النمازج خلي بالك اللي هو فيه تناحر فحتى النمازج السامحة متغيبة أنا بستخدم نفس فكرة التسويق الإلكتروني وإحنا ما نفكرش فكرة التسويق إحنا برضو ممكن التسويق للقرار إن لو أنا عايز أعمل قرار بعمله تسويق لو أنا عايز أعرف معلومة فبعملها عملية تسويق طب أنا أسف هنا القصة هنا لها علاقة بي ما أنا محبش فكرة نظرية المؤامرة طول الوقت وكذا بس للأسف المؤامرات مقبودة هل ده إغراض من شبكات المعلومات الدولية إنه هو يصدر طول الوقت الكلام المغلوط الكلام المشوى زي ما حالك قبل الفاصل إن فيه تعمل بحث من مصر يطلع لك كلام لو أنت نفس الشخص عملت البحث إلا من سويسرا أو من أمريكا أو من بريطانيا طلع لك معلومات تانية فيها إضافات وكذا ده إغراض ولا ده إيه طيب إحنا خلينا نقول بشكل وقعي أكتر إن أكتر منها إغراض هي حسن استغلال الأداة يعني حسن حسن استغلال الأداة لا أنا مش حسن خالص لا أهضح يا فندم هو التاني مصلحته عدوك مصلحته إنه هو يحط آه أنت أصدق إنه هو يستغل الأداة كويس لمصلحته وفي إضرار بي طيب يبقى إغراض يعني النهاردة إحنا ممكن نقول إيه فيه كام واحد بينشر أخبار يعني عايز بس إيه يعني أوجز أو أورد وقعي نقول مثلا أخبار حتى محبطة معنى اللي بيحصل بينما فيه كام واحد بينشر أخبار كويس تمام فيه كام واحد بينشر خبر من وصدر مواسطك مقابل كام ألف مليون واحد بينشر أخبار من مصادر صفحاتنا نعرف لها اسم وجرائد صفرات ونعرف لها اسمها كذا أنا كنت قبل الفاصل بكلم حضرك في النقطة بقولك الموقع بيؤثر على نتاج البحث مزبوط تمام من ضمن الحاجات التانية الاهتمامات حضرتك في إيجاز يوم ما اشتريت تليفونك عملت تسجيل دخول اللي هو اللوج إن على التليفون سواء كان أندرويد أو أي فون بعد ما عملت تسجيل الدخول ده أنت معرف بشخصيتك لأن بريدك الإلكتروني وإحساماتك على التواصل الاجتماعي باستمرار أنت دخل عليها صحيح فمعروف دائما أن أنا ما أتعامل مع أستاذ تامر طيب إيه اللي هيحصل بقى بعد كده طول ما أنت شغال على الإنترنت بيتم تحليل شخصيتك والكلام ده كلام علمي وموسق ولو المقام يتسع نتكلم في تفاصيله كله تمام بعد فترة أنا عرفت أن أنت تتردد على أماكن جغرافية معينة حيطلع لك إعلانات تتعلق بمحلات في الأماكن دي بعد فترة لقيت أنك بتدور على كلمات بحث معينة حتلاقي تتصدر الإعلانات أيها صح الله تمام بعد فترة حتلاقي أن أنت الأصدقاء الأكثر اهتماما منك يعني أنت مهتم بصديق معين كل شيء بتخش على البروفيل بتاعه وكده حتلاقي دائما نتصدر أولويات الظهور على الول بتاعك أو الحائط بتاعك مظبور إذن هي الألية التكنولوجية موجودة يعني هو بيعمل نوع من أنواع تحليل شخصيتك بالضبط وتحليل اهتماماتك من خلال تحركك وتفاعلك على تليفونك أو على لابتوب نضيف بقى فيها هنا نقطة الموقع نضيف أنا لو بكلم بس في الكلام العلمي المجرد النتاج بتطلع منها على إيه بتطلع منها على اهتماماتك بتطلع منها على حداثة البيانات يعني يفترض أن خبر بقاله عشر دقايق يظهر قبل خبر بقاله ساعتين طبعا من حسن المبدأ ولكن خلينا أقول لحدك على مثال وممكن المشاهدين يجربوه بعد الحلقة أو مشاركة ادخل يبحث على حاجة معينة تمام على عنوان معين أحيانا تجد المادة العلمية الأقدم أو الخبر الأقدم أول مقدم على الخبر الأحدث السبب هو لم يرى منك أنت شخصيا اهتمام حتى يقدم ليك الخبر الثاني على الأول لأن هي عبارة عن كريتيريا أو منظومة المنظومة فيها حداثة الخبر فيها اهتماماتك فيها موقعك فيها مدى مصداقية الصفحة الجوجل تمام مثال صغير خالص عشان دي بقى لحين أنه نظرات المؤامرة حضرتك ممكن يجي لك خبر على الفيسبوك حضرتك مثلا في صفحة للبرنامج فواحد دخل قال والله مثلا البرنامج ده عمل كذا قال شيء يسيء غرضه قيم الإساءة غرضه يستفزك عشان تقوم ضغط على هذا الرابط انت كقائم على قدارة الصفحة تمام تضغط على قدارة الصفحة على الرابط ده يقوم يخليك فجأة من غير ما تعرف تقوم يعمل لايك على صفحة انت حيطلع لك ايه دوست على رابط لألك رسالة بتقولك حصل خطأ في الاتصال تمام حاليا انت عملت لايك على صفحة النهاردة فقط اللي احنا فيه صديق كان بيكلمني بيقول لي فيه صفحة اسمها كذا طبعا مش هسوأ ليها يعني صفحة للأسف إباحية فوقي ان هو عمل لايك عليها وان عليها 3 مليون و 500 ألف من آدم 3 مليون و نص نفس هذا المنطق يستخدم مع الصفحات التي تلوج لفكر متطرف فيه آلية أخرى صور انتشرت ويمكن مضوع ده انا ممكن نوهت عنه أكثر مرة صور انتشرت لجسس يعني صورة مؤلمة شوية مئات انه ميكون ألاف من الجسس عراية واخيل ان دول كهنة بوزيين يحودوا مسلمي بورمة إلى المحرقة تمام وقايمان بأكد عشان الناس اللي ممكن تسيق فهمنا ولا حاجة بورمة فيها فعلا اضطهاد للمسلمين وفيه تعذيب وكل حاجة نكرر بذلك لكن الصورة دي ما كانتش من بورمة طب الغرض ايه انا عملا نشولك على أخبار حيايا انت مش عايز تيجي عندي اخرتها بقى احطلك صورة توجع قلبك فحضرتك تضطر كمان آدم تتفاعل مع الصورة وتقوم دغت على الرابط تجيت عندي انا عرفت بقى اجيبك وسماعك اللي انا عايز اقول لك عليه اذا اذا يبقى نرجع لكلم من حضرتك فكرة حسن استخدام الأداة اللي الاسعف احنا على مستوى الدولة وده مش عيب المهم من اعرف لزي نحلها وعلى مستوى الازهر طبعا مع كل التقدير وعلى مستوى اجهزة الاعلام مين بقى اللي بيبرع النحة التانية صح طيب خلينا نتكلم في فكرة نهاردة الزاوية الدينية ممكن المرة جاينا نتكلم بزاوية اوسع لا ونحن نتكلم عن الازهر ودار الافتاء وزارة الاوقاف اللي هي المرجعيات الرسمية للحديث عن الدين والافتاء باسم الدين وتفسير الدين وكذا هنا بخلاف انهم كمان مقصرين في التسويق لنفسهم سمعت كتير كلام على لسان شيخ الازهر او وكيل الازهر او كذا انه احنا بنحاول نرسل طول الوقت الفتاوى المتطرفة الاخبار المغلوطة مش عارف ايه ونحاول ان احنا نصححها الى اي مدى المسار ده اتى ثماره هو بص احنا بنشكر اي مجهود يعني اي مجهود بيتعمل كويس لكن لما نتكلم على مجهود مؤسسة علمية معتبرة زي الازهر الشريف فهو لازم مجهود يليق باسم هذه المؤسسة خصوصا احنا بنتكلم على منظور الاسلام المعتدد الوجه الحقيقي للإسلام على مستوى العلم يعني لما بيذكر الازهر بيتعلق بالزهن الى الان فكرة منظور ال42 عندنا 42 الف طالب وفد لازال الى الان بيدرس في الازهر من اكتر من 110 دولة يعني احنا بنتكلم ان فيه ثقة في كل المجتمع الدول في مسألة الازهر الشريف طيب انا عشان كده لما انا عمل عمل لازم يبقى بهذا الحجم الازهر سواء اللي هو مرصد الازهر هو بتعلق الكلام اللي بيتكتب على الازهر في تتعامل مقالات بترد لكن احنا بنتكلم على المحتوى العلمي هي قضية مختلفة شوية احنا بنتكلم مثلا بالنسبة مرصد داري الافتاء بالنسبة الفتاوى الشازة هو بيكلم عن الفتاوى اللي بتصدر الشازة سواء من داعش او من من اخواتها من بعض هذي الجماعات وده مجود محمود لكن احنا بنتكلم على فكر المحتوى العلمي نفسه اللي موجود انا في الاخر لو سمعت الفتاوى بتاعتك عايز ادخل على محتوى علم اشوف الفتاوى بتاعتك صحيحة او غير صحيحة ويمكن الدكتور اللي هفت نظر الحاجة في غاية الاهمية انا كمان موصق بعض المصادر ان هي مصادر مع ان الاماكن البحثية لا تعتد بيها زي وكيبيديا المعلومات انا باخدها علي هي في الحقيقة ملاش اي قيمة بحثية انا ممكن ادخل وغير المعلومات اللي موجودة عنها بس انا عشان انا سايب الساحة ومش موجود هو بيعمل كده فيه كمان حاجة استامر في غاية الاهمية لو احنا جدين في موضوع مواجهة الفكر وفي مواجهة الارهاب لازم نعترف بحقيقة هي مش القضية لا يوجد في اي دي وحديث الاسلام عن الرحمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما بعثت لأتم كرم الأخلاق وممكن نستشد بألاف الشوال حديث الاسلام عن المواطنة حديث الاسلام عن الآخر حديث الاسلام عن الرحمة للإنسان والحيوان وكل ده حديث يعني كبير جدا صحيح لكن اين حضور هذا الحديث هو انت اللي حديثك حاضر احنا بطلينا تعرف يا دكتور الغريب انه وده ملاحظ يمكن في الفترة الأخيرة مش عايز يسمي وقت عشر سنين ولا خمس سنين ولا عشرين سنة إنه الحق يحتاج إلى جهد كبير هذه الأيام ليدافع عن نفسه صح والباطل سهل جدا جدا أن ينتشر ويتوجد صح دي ظاهرة في منتهر خطور في منتهر خطور يعني طول الوقت كان الإنسان مفتور على الخير ومفتور كل العالم يعني حتى مش بس المسلم اللي بتكلم عن البشر بصفة عامة مفتورة على الخير والرحمة وكذا فلازم الباطل ياخد مجهود فظيع عشان يعرف يقنعك وينتشر أما وأن ينتشر كده والحق يعاني ويكافع ويجاهد كل هذه المعاناة عشان يحاول إنه يثبت إنه حق ده شيء الحقيقة في منتهر خطور أنا هولي حضرتك الحقيقة أنا يعني شخصيا بطرح مبادرة مهمة جدا أنا مش مع فكرة إن أنا بحمل الدولة يعني أو سواء بالنسبة للأزهر أو حتى هو الرئيس صراحة مشروع عبقاري بتاع إنه يبقى فيه بنك معرفة لمصر وهذا لإنه على فكرة إحنا فيه حالة تكسير لكل النماذج المصرية في كل المجالات في الفن وفي الثقافة وفي الأدب وحتى في الغناء في أي مجال وفي الإعلام إحنا بدون إن إحنا بنشعر إحنا بيتم حالة تكسير لكل هذه النماذج فده فكرة جيد لكن أنا ليه ما يبقاش فيه مبادرة يبقى فيه برنامج البرنامج ده هو برنامج تحليلي وأنا يعني اقترحت حتى جدول زمن الموضوع إحنا نبدأ بـ 25 موضوع الموضوعات اللي بتهم كل الناس الحرابة الجهاد المواطنة الأراد إيه اللي بينشر عليها ويتم تحليل من ناحية الحديث نجيب الأحاديث اللي بتقول عكس كده ويتم تحليلها برنامج الناس ممكن يتعمل برنامج لأن بص حضراتك طيب سؤال أنا عندي سؤال هسأله حضراتك واسأله الضيف الكريم كمان عشان أنه وقت يبيخلص فضل ولو كلامي ده عبيت ارموه في البحر وانسوه خلص عشان لا لا عرفوش كلام متخصص زي حضراتكم يعني هل ينفع نعمل باحث مصري أو باحث عربي يعني هو جوجل ده عبقاري زمنه قوي يعني مفعش نعمل جوجل لا لا ممكن تعمله طبعا مينفعش نعمل جوجل للمصريين والعرب على الأقل أنقح فيها الكلام اللي موجود بدل من أخش جوجل بعد فترة يجمع معرفش بقى متجميل المعلومات بمعامل إزاي وكذا بس في النهاية أخش على الباحث ده اللي اسمه مصري أو اسأل مصري أو اسم يعني يديني كل المعلومات وأنا بقى اللي موثقها ورجحها ومأكدها على الأقل في الأمور الفنية المتخصصة وأبرزها الدين هل ده جائز؟ هو بس حضرتك هو في مشكلة أن أنا أساسا في التدفق المعرفي اللي بيطلع كل يوم بالملايين بالمناسبة لو أنت حضرتك شفت إسهاماتك في هذا التدفق المعرفي بنتكلم حتلاقيه محدود عشان كده يعني أنا مش مع دلوقتي بس اللي يأس دا يخليني طول الوقت بره لا 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 أنا بكلم وأنا بقول لحضرتك الأول في المحتوى اللي موجود أولا إحنا لازم ناخد صف الدول اللي بتسعى للتعايش الدول اللي بتسعى للحوار الدول اللي بتسعى للقبول الآخر يعني مبادرة حضرتك عشان الوقت مبادرتي إن إحنا نبدأ الأول بالأمور المصارحة العشرين خمسة وعشرين موضوع ستة شهور بعد كده أنا خطة الخمس سنين نعمل معادلة للمحتوى الرقم العربي بعدين بعد خمس سنين يبقى فيه تفوق بالنسباننا للمحتوى الرقم العربي اللي موجود أسمع رأيك فن مش فن هو للأسف طبعا فنيا ممكن نعمل الباحث عربي لكن واقعيا مش كلام ناسف غير منطقي ليه بقى لأن في النهاية الباحث بيبحث هو مش بيدقق المصادر يعني إلا وقال إنت جيت قلت إيه تخيل أنت مثلا جبت جوجل قلت له لا ترحى سألا في العشر مواقع دول تمام وبالتبعية لا أتصور إن إحنا عندنا النهاردة حجم المحتوى العربي اللي يقدر يضاد ويضارع وينافس ويكتذب أنا أقصد كده أنا أقصد أن أمخش أنا على باحث وأكتب على الباحث ده مثلا الأئمة المجددين أو مش عارف إيه كذا هنا حيبقى فيه فورا الباحث ده يتوجه للمصادر الموثوق فيها الأزهر دار الإفتاء مجلس عشر الإسلامية الملحوث الإسلامية كذا أبقى أنا عارف وأنا بأخذ المعلومة إن هي جاية من المصادر الموثوق فيها بس هل ده فيه مشكلة؟ لا هو ده لعدا ما يكبر وينم نفسه بس النهاردة هتقنع الناس إزاي إنه بيبحث في بحث عفوا بيطلع له مثلا مثلا 2 مليون 500 ألف مش عارفة ومعينة 13 نتيجة بحث منهم حاجات كويسة وحاجات وحشة إنك يطلع له بحث 3-15 نتيجة بحث على سبيل المثال طبعا نحصل أوكي هادي الموضوع السلامة هيالي أنا كذبون هنا أنا مستفيد أنا بدل ما تديني 2500 مش عارف إيه نتيجة بحث أنا هقول له حضرتك وأنا عارف إن 2500 وشوية فيهم مضربين وأعد أدور أنا بقى الغث من السمين مين بقى عملت أديني 5-6 موثقين أحسن لي هو الوضع ده مطبط أنت فهمني يا غنم موجود بشكل عكسي يعني أنت كباحث هنا مستفيد مع حضرتك الموضوع ده موجود بشكل عكسي في بعض الدول منها روسيا والصين على سبيل المسال إن فيه فلترة على نتاج الإنترنت أنا طوال الوقت أقول إن الدول دي محترمة فكرة الحرية الفضفاضة لأي حد أنا عندي كلام فئة وتعقلات على قصة الفلترة لكن عموما عايز تعمل القصة دي أنت الصين ساعة الثورة المصرية في 25 يناير الصين كان تبحث على إيجبت ما تلاقيش إيجبت تخيأ إيجبت مش موجود عرفين أي حققهم يقول لك اللي مش عايزين يجيب إلى الأفكار روحش أنا بس عايز أقول جملة بس يعني النهايةية حالا هي جملة واحدة بس الانترنت ضيعت صورة القدوة الدينية هدمت فكرة الرمز الديني صح تمام لأن كل واحد الناس بتاسق فيه أنت دخلت هدمته وأتصور لو لن نشيخش عليه ورحمه الله رحمته رحمته الله عليه يعني توفاه الله أتصور أنك أنت الله من الأزمة طاله أنا بشكرك وبقدر كلامك بشكرك شكرا جزيلا عم غنيبي وبقدر تفكيرك واجتهادك ويا رب يا رب الأفكار دي نحاول نستفيد بيها أنا عارف أن المشوار صعب وزي ما أقولنا إسهمنا التكنولوجي والمعرفي محدود للغاية مقارنة بالآخرين بس مشوار الألف ميلي يبدأ بخطوة لازم نبدأ وكمان إحنا بدأنا الحلقة دي لن تكون الأخيرة هنبدأ في سلسلة مع ضيوفنا الكرام نفكر على المستوى الأوسع كمان كيف نكون حاضرين على المستوى المعرفي وإلكترونيا كي نكون أصحاب فعل مش ردة فعل طول الوقت بشكرك وشكرا جزيلا وكرا حلقتنا من جمعة الساعة 6 في أمان الله